الغسالة بتملأ مية باستمرار. احيانا بنلاقي مية لوحدة هنا. واحيانا اثناء الغسيل بس الغسالة تفضل تملى مية باستمرار وبعدين تصرفها. طبعا مش بتدور. ازاي هنقدر نحل المشكلة بالزبط ديت. اه هنتكلم على كذا عطر. لو التلاجة اثناء التشغيل بتملى مية وتصرفها. اه الغسالة بتكملي مية اكتر من اللازم ما بتدورش. الغسالة ما بتوصلش مية خالص. اه والكهربا مفصولة كمان احيانا بنلاقي التلاجة فيها اه مية. طيب ايه اللي بيخلي الموضوع دوت اه او المشكلة ديت تحصل معانا. وازاي نقدر نحلها مع بعض. طبعا البرنامج ما بيكتملش. اول حاجة احنا بنفصل الكهربا والمية ونبدأ نفصل بالمية ونبدأ نفك الخرطوم دوت وفصلنا الكهربا. كذا عطل مع بعضه. لو عندك اي عطلة فيهم هنقدر نحلو. هادي خرطوم دخول المية. نفك ونفك الوش اللي موجود عنده ده. موجود لبدأ. د�� هادي مضمرا تنيهات نبدأ نشيل له الجزء ده هيظهر عندنا ده سمام دخول المياه وده ميزان المياه متوصل بخرطوم اهو شايفينه طيب ايه اللي بيحصل فيه الغسالة الغسالة اولا لو ما بتسحبش مية خالص بيكون السمام ده ده الفلتر بتاعه مزدود بننظفه بنفكه بننظفه هتبدأ تسحب المية لو لو ضعيفة او اه ما بفيش مية خالص بيبقى مزدود والنظر ده كويس وجزء ده طبعا ده لو تالف او مفصول بنبدأ نغير طيب الغسالة لو بتسحب مية باستمرار اه وهي مفصولة لازم نتأكد هي مفصولة من الكهربا وبتسحب مية يبقى ده تالف لان ده بيوصله ده سمام دخول المية ده بيوصله اه كهربا اه ومع بداية البرنامج بيبدأ يسحب المية بيفتح لدخول المية المية بتبقى شغالة على طول لكن بيفتح لها لدخول المية زي الحنافية كده لما نفتحها اه فادح لدخول المية الغسالة بتبدأ تشتغل طيب لو شغال على طول من غير ما من كهربا تشتغل او من غير ما نبدأ البرنامج يبقى هو كده تالف فاتح باستمرار فبيتغير ادي المصبرين بتقوله وبتشال الجزء اللي بتغير طبعا بيكون فيه صمام بفتحتين سخن وبرد او صمام واحد شال الاتنين او صمام فاحنا لو الاتنين زي دوت هنغير التالف وازاي نقدر نتأكد ولا لأ بنجرب على الصمام التاني ولو نفخنا فيه هيلاقيه بيدخل بيخرج الهوى كده وشغال مع نفسه طبعا ده لازم لو نفخنا فيه لاقيه مسدود وقت تشغيل البرنامج بيفتح بس طيب اه العطل بقى الاهم ان الغسالة بتفضل تملى مية باستمرار وهي شغالة لو هي مفصولة قلنا الصمام لما وهي شغالة ده ليه علاقة بميزان المية ميزان المية دوت ايه اللي بيحصل الغسالة لما تملى للمستوى المطلوب عند الصمام ميزان المية بيقوله خلاص انا اتأكد ان الغسالة ملت ابدأ دور الغسالة ازاي في الخرطوم ده ضغط المية بيفصله بيفصل طبعا هو فيه وصلاتها هيت بيفصل الصمام وبيبدأ يشغل دوران الغسالة فيه تلات اسلاك اهو اه يبدأ هو لما يحس ان الغسالة ملت عند الحد المعين بيبدأ يفصل يبدأ يشغل الغسالة ويفصل دخول المية خلاص المستوى المطلوب اشتغل وبيبدأ يفصل دخول المية طب ايه اللي بيخليه تملى باستمرار وما بيخلوش يفصل اه دخول المية بيكون الخرطوم ده لازم نتأكد انه راكب ونيجي تحت هنا لو فتحنا الظهر انا فاكيني المصامير مصمار واحد بس عشان ما نطولش ده اه دي الغسالة اهي الخرطوم اهو ده ماشي اهو على المساعدين محطوط عليه الشح علشان اه الاحتكاك بتاعه واصل يمر ملغ الغسالة واصل لحد الصمام بتاع الخرطوم ده الخرطوم ده اهو راكب في الحلة الحلة ديت اول ما بيتملي ضغط المية ففيه هوا بييجي فبيحصل انه هو يفصل دخول المية وبيفصل هو ايه ويبدأ الدوران لو بيبضل يملى باستمرار والغسالة ما بتضرش يبقى الخرطوم دوت مقطوع فاكك من مكانه مقطوع او مزدود دي حلة الغسيل بيكون مزدودة طبعا احنا بنشيل دوت وبننظفه الاول بنتأكد انه مش مقطوع لان لو مقطوع تغطي المية دوت بيجي الهواء اللي فيه بدل ما يقفل عند الميزان المية لا الهواء بيخرج من القطع وبنلاقي طبعا لو بينقط مية ممكن ينقط مية معانا ممكن يكون القطع فبنتأكد من الخرطوم دوت احيانا الشحم ده بيكون بوز وحصل احتكاك وتقطع مننا او اتفك من مكانه فك من مكانه من ناحية دي او في قطع او من الناحية دي طول ما فيش الخرطوم ده مش محكم جامد احنا لو فكينا السمام برضو عشان نشوفه. ونقدر نختبره. ده شكل السمام وهو في جزء كده لزء ده زي فيه ده ممكن يكون اتفك. هو راكب كويس. اتأكد من ان وصلت الكهرباء بتاعته. وده لو مفكوك او مقطوع من اي مكان زي ما احنا شايفين اهو بنقدر نفحصه. من البداية. لحد ما ينزل. عندنا هنا. ده اكتر عطل بيحصل. اكتر عطل الغسالة تفضل اه تملى مية باستمرار ما بتكملش تسحب تصرف المية. لان هو بيوصل لحد معين من الغسالة. مستوى علشان المية ما تنزلش كتير. خلاص بيبدأ يسحب يفصل المية. في حاجة تانية مهمة ان ممكن يكون الخرطوم نازل لتحت. والمية ضعيفة. الخرطوم لو نازل لتحت مش مرفوع على الاقل اه خمسين سنتي. فالغسالة بتملأ مية. والخرطوم لما يكون نازل لتحت خرطوم التصريف. بيكون بيصرف على طول. فتيجي تملى. فالمية بتتسحب او بتتسحب في الصرف فده بتحصل مشكلة. لكن اهم وعط للملو هو الخرطوم دوت. لو كل حاجة تمام بيكون ميزان المية. لو نفخنا فيه ما بيديش رنة كده. يبقى تالف. وده مصمار الرجلاش بتاعه. مصمار الرجلاش لو المنصوب انت شايفه اقل من اللازم او اعلى من اللازم. ده المصمار بيتفكي مين وش مال ليقلل المنصوب او يعلي المنصوب. كمان لو المنصوب اقل من اللازم او اعلى من اللازم. ممكن يعمله رجلاش. لكن هو بيجي مضبوط ما بيحتاجش. في حاجة تانية. ممكن تخلي المنسوب اعلى او المنسوب اقل لو استخدمنا مسحوب رغوة لان الرغوة بتأثر على الهوى اللي بداخل هنا بيحسس الرغوة بتدخل الجوة الخرطوم بتحسس ان فيه مية كتير فالمية اللي نلاقيها قليلة والخرطوم مش حاسس بسبب الرغوة اللي بداخل وممكن يكون مسدود يعني الخرطوم ده اللي يواصل بميزان المية احنا فكيني طبعا عشان نشوفه يكون مسدود والسدد اكتر حاجة بيجي من الجزء ده بيكون مش لازق كويس فبيصرب هوا بنلزقه بمادة لازقة كله او اي سمغ نقدر نفوكه في اي وقت وممكن يكون مقطوع بسبب اللي احتكاك اللي احنا قلنا اي حاجة حصلت او اتفك من مكانه طبعا هو مثبت هنا علشان اي حركة لازم تحصل كده فلو ما بتكملش دورتها بعد ملوه المية والغسالة ما بتدورش لازم نراجع على الخرطوم دو حاجة تانية مهمة او محتاج يتنظف بننظفه ونهتم جدا بالرغوة الرغوة العالية بتسبب مشاكل طبعا هو لونه شفافة واضح بيكون احيانا لونه اسود بيكون سدد اي وبر اي حاجة دخلت من الغسالة حصلت فيها هتسبب نفس المشكلة ترجمة نانسي قنقر